فتت كشك جديدة شوية بس حلوة جداً يلا بينا للمقادير مرأة مرأة بتاعت فراخ وفراخ مسلوقة في نفس المرأة دي طبعاً بنسلق الفراخ بتاعتنا يفضل إنها تكون صدور أو ممكن تعملي أي قطعة أنت عايزها في الفراخ عندنا عيش شامي أو عيش مصري عادي جداً لعيش البلدي بتاعنا نحمصه نقطع ونحمصه بصل متكرمل عشان نكرمل البصل كلنا عارفين إنه نحط شوية زيت يسخن قوي وبعد كده نحط عليه البصل مع رشة سكر أو ناخد البصل بتاعنا نحطه في شوية دقيق لحد ما نغلفه بالدقيق وننخل الدقيق منه الزيادة وبعد كده نحطه في زيت حامي وبعد كده نوطي عليه النار خالص نخليه لحد ما يدينا الكريسبي اللي انتوا شايفينه دا دقيق لبن بودرة سمنة أو زبدة أو زيت براحتكم بس السمنة بتديله طعم يا الله عليه والكريمة والبصل المفروم ناعم جداً ناخد هنا بسم الله الرحمن الرحيم نبتدي الوصل إنها فعلاً مش مستهلة إن أنا لعد نتكلم عنها كتير هي هتتكلم عن نفسها أحط نقطة زيت مع السمنة بتاعتي ضروري جداً عشان أتعامل يعني عشان السمنة بتاعتي هتقعد شوي على الزيت على النار قصدي سوري فما تتحرقش مننا حطتها هنا أهو تسيح معايا وهبتدي أعمل إيه؟ هنزل نعمل مرحلتين ننزل الأول بالبصل بتاعنا أهو طبعاً أنا مش مسخنا النار خالص هنخليها تسخن أهو طيب الشرب عشان نعمل شربة الفراخ ممكن نحتفظ بيها مدة عشر تيام في التلاجة هقولكم على طريقة شربة الفراخ حلوة جداً الميا المغلية جداً معاها فلفلايا معاها جزرايا طمط مايا بصلايا كل ده نقطعهم قطع تمام؟ هحط معاهم أرنفل ورق لورة حبهان جنزبيل عر هحط معاهم كركم عر مش باودر عشان باودر هيصفر للشربة بزيادة أحط معاهم رشق من الزعتر عشان لو عندي أي مشكلة صحية برد مش عارف إيه جوه الجسم بيطلعوا خالص أو عندي أي مغس مثلاً في الشربة بتعالج معايا عندي أحط فيهم روزماري هيبقى معاكم حلوة جداً 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 هيطرد كل المشاكل الهضمية كل الغازات اللي في البطن يعني هتعملي توليفة حلوة جداً من الشربة أول ما تغلي معايا حلوة جداً هقوم مصفيها شايل الخضار بتاعتي الخضار دي مرميهاش أقول لكم هنعمل بيها إيه أشيل الميا بتاعتي وحطها في علب أو في بطرمانات وخليها في التلاجة حطيت البصل بتاعي يبتدي يتحمر معايا طبعاً ما ينفعش أشيل البصل آهو بصوا البصل بتاعنا آهو أنا مش عايزة غامق معايا أوي هعمل معاه كده أو هعمل فيه كده في المرحلة دي هسيب شوية بصل مش عايزة أشيله كله البصل ده هسيبه أهو وسيبه شوية هنا هزود نقطة من الزيت بسيطة بالشكل ده أهو ونقوم واخدين الدقيق هاخد الدقيق وهنزل بيه أهو وهفضل أقلب فيه لحده ما يتحمص معايا يبقى معايا اللون حلوة جداً أهو لو احتاجت مادة دهنية هزود مادة دهنية أهو إحنا هنحتاج كده آهو بالشكل ده نقلب آهو إديه بتاعي بتادي يتحمص بقى لون وفاتح هحط عليه اللبن البودرة بتاعي اللي بيديني طعم للكشك جربوه يا جماعة هيديكم طعم خطير آهو وابتدي أقلب فيها بصوا أنا عايزها كده آهو مش عايزها مية خالص مش عايزها مية تمام بأكد على المعلومة كده مش هياخد معايا وقت هنزل بالكريمة بتاعتي وأنا بقلب هل وهبتدي أنزل بالشربة بتاعتي واستناه لغاية ما يتقل معايا سهم حاجة أعمل في الكريمة اللي انتوا شايفينه ده أهو كده بالشكل ده وابتدي بقى دلوقتي أنزل بالشربة مش هنزل بالكمية بتاعتي كلها هنزل بالنص آهو وابتدي أقلب لحد ما أتأكد أني ما عنديش كلاكيع نهائيا في الكشك بتاعي وهضيف البصل في الآخر هعمله آهو زي ما انتوا شايفين بيسيح على طول أو ما بيبقاش في كلاكيع مش بياخد وقت أهي وهضيف بقى كمية الشربة بتاعتي الشربة الرائعة اللي بتبقى معايا حلوة جدا وبتديني طعم ولا أروع الصراحة طيب أنا عملتهم كده هضيف البصل آهو بسم الله ضروري جدا أيوة كده ونضيف حاجة تانية كمان بضيف الفراخ بتاعتي اللي أنا سلقاها ومنسلها كلها بس كده وقلب فيه لحدا ما يديني التقل بتاعي اللي أنا عايزها بصوا مبدئين السماكة بتاعتوه ما بياخدش معاكم وقت هو ونسألنه يغلي معايا الدقيق احنا بنحمص الدقيق ليه؟ دايما بنتسئل السؤال ده بيتحمص الدقيق ليه يا جماعة؟ الدقيق يحمص عشان لما نيجي ناكل ما نحسش بالترميلة بتاعت الدقيق ضروري جدا نحمصه في الأول وياخد حقه في التحميز حلو جدا ويبتدي معايا زي العجينة زي عجينة الشو الأحلى هو كده ده كمان بيخليه ما ياخدش وقت طويل في السوا بتاعه على النار فياخد معايا وقت قصير خالص نيجي نعمل كده ونعمل طبق الفتة عيش متحمص عادي بلدي برحتك على الآخر اللي متاح عندك ما تكلفيش ناسك عندي شوية عيش أسخنهم وحمصهم عندي شوية عيش بيتين ونشفين قبلهم شوية مية لفوم فوية لدخلهم الفرن على نار هادية ربع ساعة هتلاقي العيش كأنه لسه جايبها من الفرن قطعيه وحطيه ما ترميهوش يعني كل حاجة لها حل مش هتلاقي خالص الفتة بقى بصوحنا نقدم كشك الواحدة وفتة الواحدة بس هنعمل طبق فتة أهو يبقى فتة كشك حلوة جدا رائعة وتجنن فاللي عايز كشك كده ياخد واللي عايز طبقه ياخد نحط ده هنا كده يملل حتة دي ولسه هنحط طبعا الكشك نقدمه كمان هو الواحده اشتركوا في القناة